أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستعمل على تقليص العجز الاقتصادي وأوضح بايدن أن خطته بشأن الاقتصاد ستتضمن أيضا تخفيض الضرائب على شرائح قليلة الدخل كان بايدن قد أعلن في وقت سابق بأن إدارته تعمل بلا كلل لفتح الأبواب أمام رواد الأعمال لتنشيط الاقتصاد متائما الجمهوريين باتباع نهج مختلف بزيادة الضرائب على أكثر من 6 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة ترجمة نانسي قنقر